السلام عليكم اليوم ان شاء الله سيخدمون فضاء الرياضيات المستوى الثاني كنا خدمنا الدرس السعود كنا خدمنا فيهم صبحة 46 و 47 اليوم سيخدمون فيهم 48 و 48 و 40 في الدرس السعود تقدير وقياس الكتل بالكيلوغرام والقرام نبدو ان شاء الله قدنا استثمروا اكتبوا ما يناسب بناء على الصور اللي اعطينا سنشوفوش نطلبونا نكتبوا في التمارين سفحة 44 و 47 كانت تقلبها بكل تقدير لان العنوان الدرس هو تقدير وقياس كل نغيك نقدره وليك اليوم سننقصه سننسانه بالكياس اعطينا هنا كتلة العلبة الخضراء هي الوزن تاعد الكتلة الخضراء شنو فيه اعطينا هنا كيلوغرام شحم الكيلوغرام اعطينا هنا اعطينا واحد جوج ثلاثة كتلة العلبة الخضراء هي ثلاثة كيلوغرام نمرو العلبة الزرقاء عندنا كتلة العلبة الزرقاء هي اعطينا هنا مجموعة من الكتلة وهنا هي العلبة ولكن العلبة معها كيلوغرام اذا طريقة ما سنحسبه سنحسبه هنا من كيلوغرام واحد اثنان ثلاثة اربعة خمسة خمسة كيلوغرام اذا اللي جينا هنا وكتبنا خمسة كيلوغرام غد يكونوا محسبناش هذا بحال هذا ما كانش احنا راعدنا العلبة الزرقاء زائد هاد الكيلوغرام يعني لدينا هنا لدينا العلبة الزرقاء تساوي واحد وزنها زائد واحد كيلو تساوي خمسة كيلوغرام اذا شو العدد اللي نجده على واحد هو يعطينا هنا خمسة شو نوع نجده عليه اربعة زائد واحد تساوي خمسة اذا غد يكون الوزن العلبة الزرقاء هو اربعة نشوفو كتلة العلبة الحمراء كتلة العلبة الحمراء هي نشوفو شحل عدنا من الكتلة هنا عندنا واحد جوش ثلاثة كل كتلة فيها كيلوغرام واحد كيلوغرام اذا واحد زائد واحد زائد واحد ثلاثة عدنا هنا ثلاثة كيلوغرام وش غد يقول العلبة ثلاثة كيلوغرام تزاوي تحديد ثلاثة كيلوغرام لأن هناك ثلاثة هاد ثلاثة وهاد مجموع جوز زائد هاد العلبة تسويين إذن شنور الرقم اللي نجده على اثنان وغادي سوينا ثلاثة اثنان زائد واحد فكرة نكونوا فهمنا أن العلبة الحامرة احتهي الوزن ديالها واحد كيلو جرام بهالطريقة نخرج كتل بتاع العلب مكعب شنو قالونا هنا ألوي المكعب بما يناسب مكعب أخف من المكعب مكعب من هادو أخف من واحد من هادو النيت شكل هو الأخف عدنا أخف مكعب هادو هو الأحمر لأنه هو كيزن غي كيلو جرام مكعب مكعب الأحمر لنهو نادا بالأحمر أخف من المكعب مكعب الاخضر بالأزرق إذا لدينا هنا أحمر وهنا أخضر صحيح ولدينا هنا أحمر وهنا أزرق صحيح لأن هذا الأحمر خفيف منهم بجوج لدينا المكعب أخضر هنا وأخف من ماذا؟ أخف غير من الأزرق إذا لدينا المكعب أخضر أخف من مكعب أزرق صحيح أيضا لأنه ثلاثة أصغر من أربعة إذا الوزن ثلاثة كيلو جرام أخف من الوزن ربعة كيلو جرام إذا كما قلنا نختارون مكعب الأخف من مكعب آخر ونصحيح إذا أنا إذا لونت هنا أخضر مكعب الأخضر مثلا هادي نكون مكعب الأخضر أخف من مكعب أزرق كما قلت مشي هذا بحضو جواب صحيح حسن مكعب الأحمر أخف من الأخضر مكعب الأحمر أخف من الأزرق هادي مكعب أخف منهم بجوج عندنا المكعب أخضر مثلا الأزرق أتقل من المكعب الأحمر وأتقل من المكعب الأخضر وعدنا أيضا المكعب الأخضر أتقل من المكعب الأحمر يعني في التمرين ما عندنا شغل يجواب واحد لصحيح نقدر أنا ندير جواب وستلميذ أخر يدير يدونهم بألوان أخرين جواب أخر ويكونوا عندنا بجوج نصحة يعني هنا أنا لدي المكعب الأزرق المكعب الأزرق أسقل من المكعب نقدر ندير هنا الأخضر ونقدر ندير الأحمر ندير الأحمر أنا لونه بالغوث ما مشكلت وما تلونه بالأحمر قدنا هنا المكعب هو الأخف المكعب هو الأخف يعني أصغر كتلة المكعبات هادو شناية؟ وش كتلة مكعب الأحمر أو المكعب الأخضر أو المكعب الأزرق أصغر كتلة رهي والصغير يعني هناك لقواه هذا في 1 كيلوغرام هذا هو الصغر فيهم كاملين إذا المكعب الأحمر هو الأخف هنا لا غدي يكون جواب واحد ما يمكنك شكل واحد يدير لون في شكل بحل هذا هنا غدي يكون عندنا مكعب واحد أخف هو الأحمر ومكعب واحد أتقل هو الذي يوزن أكبر ووزن له أكبر هنا واحد هنا ثلاثة هنا أربعة أربعة هي الأكبر إذا العلبة الزرقة مكعب الأزرق هو الأتقل المصدر هكا نكملنا الثمرين واحد من المصدر الثمرين اثنان قالوا لنا أحيطوا بخط ما يوزن دفتر كتلة كل مصدر هي واحد جرام كتلة هذا الدفتر هي مئة واثنى عشر جرام مئة واثنى عشر جرام هنا أعطينا هنا خمسون هنا خمسة وعشرون هنا خمسة وعشرون نحسبوهم نخصنا لكل مجموع هنا مئة واثنى عشر لأن هذا هو وزن دفتر أعطينا هنا خمسون زائد خمسة وعشرون زائد خمسة وعشرون كم تساوي؟ سفر زائد خمسة 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 زائد خمسة تساوي عشرة ندروها عمودية لأن المستوى الثاني كيكون بقي ما كيخدمش العمليات أفقية خمسون زائد خمسة وعشرون زائد خمسة وعشرون زائد خمسة وعشرون سفر زائد خمسة 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 زائد خمسة عشرة كتبوا الصفر ونحتفظوا بالواحد خمسة زائد واحد متى الاحتفاظ ستة ستة زائد اثنان تمانية تمانية زائد اثنان عشرة مئة اذا مجموع المتعد العلاب هما مئة مئة جرام ولكن هما أعطينا كتلة الدفتر مئة واثنان عشرة شحل بقي خاصنا بقي خاصنا اثنان عشرة باش نحصلوا على كتلة متعد الدفتر ولكن هما قالوا هنا كتلة كل مسك هي جرام اذا شحل خاصنا من مسك يلا كان كتلة كل مسك هي جرام شحل خاصنا باش تعطينا اثناشر جرام خاصنا اثناشر مسك اذا واحد جرام جوج ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعود عشرة احدى عشرة اثناشر اثناشر اذا هما عدد شو قالوا هنا احيطوا احيطوا اثناشر مسك زائد مجموعة العلاب اللي القيناه مئة قدي تولي هي مئة واثناشر جرام اثناشر سيحسبوا كتلة هذا الدفتر هنمرو التمرين الثالث اقدروا الكتلة واحيطوا بخط ما يناسب في كل حالة اعطينا هنا واحد الحقيبة عمرو الكتب الكتب واعطينا هنا اه وش فيها مئة مرور السورة الثانية اللي هي فيها الحامض مرور السورة مرور السورة مرور السورة كيلو جرام ولا عشية كيلو جرام عشية كيلو جرام ما يمكنش كتر من صندوق ولا صندوق عشية كيلو جرام واحد الوزن كبير بزاف جوش كيلو جرام وش نفسك كمشي نقولو الخطار اعطينا كيلو الحامض كتكون في غير حامضة حيط اللي ادنا جوش كيلو جرام يعني هذا كيلو هذا كيلو جوش كيلو جرام لا يمكن جوش حامضات هذا يكون مئتان جرام نديرو حيطو مئتان جرام عدنا هنا وزن الولد قلنا دائما الوزن الانسان ما يتقش بالجرام ما يمكنش يكون ثلتمائة جرام وش ثلاثة كيلو جرام لا يمكن لان الطفل يزاد يكون في ثلاثة كيلو جرام هذا طبق الله راها وقف على الجيلاتو وكبابة شوية يعني الوزن اللي يقدره هو ثلاثة كيلو جرام هكذا يقدرنا الوزن هذا الأشياء اللي اعطاونا ونكملنا التمرين الثلاثة ونمرر التمرين الرابع عفوان ماشي التمرين الرابع هو هذا الحصة الخامسة اتمرن من جديد التمرين الأول قالوا ان هنا اكتبوا ما يناسب كما في المثال فاشك الله فاشك نشوفوا التمرين كي بلي نرى فيه واحد نقص ما يمكنش ما يمكنش أي تلميت يعرف الجواب التعادوا وتعادوا وهنا ما يعطيناش قيمة كل كتلة منين بديت نقلف الكتب وجدت ان هنا وقع انهم خطأ ونكتبوش قيمة كل كتلة بحل كتب الأخرى يعني الكتاب الطبعه اللي قبل هاد العام رح كانوا مكتوبين انا غاد ينقلهم وعود نكمل هذا الكتاب هذا التمرين دباح اللي كتبناه اه قد نعتبر هاد اعطينا هنا مئتين جرام زائد مية زائد خمسون تسوي ثلاثمائة وخمسون اذا الوزن متى السلة البنية هو ثلاثمائة وخمسين جرام دباب كما نعرفوا الوزن متى هاد السلة الزرقاء خصنا نحسب هاد هاد الكتلة اللي عاطينا ونبيروا عمليات الجبه شو ما يعطونا هنا ما يعطونا هاد الكتلة هي خمسمائة جرام خمسمائة جرام زائد هاد فيها كتوزن مئتين جرام مئتين جرام زائد مئة زائد مئة زائد مئة جرام السافر السافر لان لدينا الاسفر خمسة زائد اثنان سبعة سبعة زائد واحد ثمانية اذا الوزن تاعت السلة الزرقاء هو ثمانمائة جرام دبابوا هنا ثمانمائة خمسمائة جرام نحسبوه كذلك السلة الزرقاء الخضراء عفوانش حالكة توزن عندنا هنا خمسمائة جرام زائد مئتين جرام زائد زائد هاد القرام ما تكتبوه مش في العام انا ترجم عفوان زائد خمسون زائد عشرون تساوي سافر سافر زائد سافر زائد خمسة 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 زائد اثنان سبعة خمسة زائد اثنان سبعة هنا مبقى ناش اذا وزن الكتلة الخضراء هو سبعمائة وسبعون جرام سبعون جرام هكا غد يكونوا كاملنا تمرين واحد ونمرو لتمرين اثنان قلونا هنا ولاحد وأولوي العلب من الأخف الى الأطقل من الأخف الى الأطقل من جديد كينسوا هنا ما كيكتبوهنش الوزن من التعكل كتلة هنا اذا هادي نعاود نكتبهم نشوفوا الدفتال الكتاب اللي طبع اللي قبل من هادي ونقلهم منهم ونكملوا التمالين من بعد ما كتبتهم انا كيخليهم خاويين حداكم وعاد كنا نعمرهم بالشعر فالناد اللي عندو هادي هادي غد يلقى هادي المشكل وخصوين نقلهم كما كما كتبتهم انا لان انا نقلتهم من الطبعة القديمة اللي راهم مكتوبة فيهم ده بقالونا نعاودوا ولاحد وأولوي العلب من الأخف الى الأطقل لدينا العلبة الخضراء كتساوي فيها 500 جرام زائد 100 زائد 100 زائد 50 100 زائد 100 مئتان مئتان زائد 500 هي 700 و 50 جرام هي 750 جرام اذا نحسبوهم بوحدة بوحدة نحسبوهم بوحدة بوحدة لدينا هنا العلبة الخضراء العلبة الخضراء شنو فيها؟ فيها 500 زائد 100 زائد 100 زائد 50 نشوفو هاش حكا تساوي 0 0 0 0 0 5 هي 5 5 زائد 1 6 6 زائد 1 7 اذا العلبة الخضراء تساوي 750 جرام نشوفو دباء العلبة الزرقاء العلبة الزرقاء العلبة الزرقاء 500 جرام 500 جرام ولكن نشوفو 100 جرام مع العلبة زائد 500 جرام شو العدد اللي نزيدوه على 400 ويعطينا هنا 500 نبدو بالوحدات العشرات المئات 0 زائد ماذا؟ يعطينا صفر 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 نزيدو عليه شحال بش يعطينا صفر صفر واحد زائد ماذا؟ يعطينا خمسة واحد شحال نزيدو عليه بش يعطينا خمسة يعطينا اربعة اذا هذا هو وزن العلبة الزرقاء علبة الزرقاء كتوزن؟ لا عفوا ايا ايا هذا هو وزن العلبة الزرقاء لان عطينا اربعمائة زائد مئة جرام كتساوينا هات خمسمائة هما قلونا هادو بجوج هم كتساويونا خمسمائة يلحيدنا هادي بقتلنا هادي اذا العلبة الزرقاء هي اربعمائة جرام ونشوفو العلبة الحمراء العلبة الحمراء كم تساوي؟ عطينا عربة الحمراء ما عرفناش زائد مئة زائد خمسون كم تساوي؟ خمسمائة نعودو هنا هاد مئة زائد خمسون سافر مع سافر ندروا عموديا مستوى الثاني بقي تختموه مئة زائد خمسون تساوي سافر زائد سافر 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 زائد خمسة خمسة واحد زائد لاشاء مئة وخمسون اذا هنه نجمع نغيه هاد جوجو كتبوه منايا تساوي خمسمائة 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 قرام سافر زائد سافر زائد مئة وخمسون تساوي خمسمائة نحسبوه بطريقة اخرى ماشي بها الطريقة لان احنا لدينا خمسة ويكون احتفاظ ويكون احتفاظ باش القواد العدد نديروه خمسمائة ناقص مئة وخمسون خمسمائة ناقص مئة نديروه لا نديروه لان باقي انها تكونوا باقي ما قررتوه عملية الاستلاف سنصحبها عليكم نكملوه بها الطريقة شنو العدد اللي نجدوه مئة وخمسين ويعطينا هنا خمسمائة صفر نجدوها شنو باش يجدوها صفر خمسة زائد ماذا يعطينا هنا صفر ما يبكي يجدوها الصفر يعطينا عشرة لان خمسة اكبر من الصفر خمسة قد يجدوه علي هنا خمسة خمسة زائد خمسة عشرة كتبوهنا الصفر واعطفضوا بواحد لوحدنا واحد زائدة الواحد الاحتفاظ هو اثنان 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 ثلاثة أربعة خمسة ادن زنا لي ثلاثة ادن وزن العلبة الحمراء هو هذا اللي لقدنا هنا تلاتة مئة وخمسون غرام ثلاتمئة وخمسون غراما ماهو سؤالنا الاخه الكوك في العلبة الخضراء الذي يجب العلبة الزرقاء أو العلبة الحمراء نحنا قلنا العلبة الخضراء فيها 750 كرام ماه كبيرة كبر من العلبة الزرقاء و كبر من العلبة الحمراء ما مايقضنا عدنا العلبة الزرقاء بها 400 كرام والعلبة الحمراء 350 اما كبير 400 او 350 نديرها بعملية بطريقة سهلة بالنفس كيف نقارنه عدد مع عدد اخر نشوفه كيف نقارنه من رقم اليسر الى نفس عدد الارقام هنا 1 جوج 3 وهنا 1 جوج 3 اذا نقارنه من رقم اليسر هنا 4 ثلاثة ثلاثة اصغر من 4 اذا هذا العدد كامل هذه هي الطريقة كيف نقارنه في جميع الدروس من هنا الدروس التدائي ودائما تقارنه بهذه الطريقة قبل ان نعرفه اذا كنتم في الثاني اخذكم واحد طريقة كيف نقارنه ثلاثة تكبره قليلا ثلاثة تشوفها 350 ثلاثة اصغر من 400 ما كنتم تشغل اعداد هذه الطريقة تنفعنا في الاعداد الكبيرة واعداد كثيرة اذا لدينا 350 للعلبة الحمراء هي الاخف لدينا لونه هنا الاخف اشتركنا ثلاثة ولكن احنا لونه كما تلونه بالاحمر يمكن هنا دقيبا وردي اشتركنا ثلاثة ثلاثة اتذكروا لان نذكروا هذا الشيء الذي يعملنا في هذا الدرس تقدير وقياس كتل كيلوغرام وغرام هنا هنا كتلة المساك 1 غرام 1 غرام كتلة السكر 1 كيلوغرام اعني قلنا هنا نريد أن نرى هذا الشيء لكي نتأكدوا اننا ضبطنا هذا التمارين وهذا الدرس مزيئة سوف نكملنا صفحة 40 وكملنا الدرس كامل من شاء الله الفيديو الجيد خدموا الدرس 10 نتمنى تكونوا فهمتوا لما فهمتوا شي حاجة ما شي مشكلة كتبوها دي في الكومنتر ولا بلكم شي حاجة ما مقدش في الشرح ديها دي بريتو نشرحها تقيل شوية ولا خفيف شوية ولا مهم اي حاجة لاحتوها تقدو تكتبوها في الكومنتر الى اللقاء